حصة الأسئلة في مجلس العموم البريطاني في الموسم الأول لحكم العماليين وقد بدت الأغلبية الكبيرة من النواب التي يتمتعون بها مثلما بدت المعارضة مجزأة بين محافظين وبقية الأحزاب بإمكان العماليين أن يشرعوا ما شاء من السياسات المضادة للتي ورثوها عن المحافظين إلا أن التحديات الحقيقية بالنسبة للحكومة العمالية لن تأتي من عند المحافظين بقدر ما يمكن أن تأتي من عند النواب العماليين الذين يجلسون في الصفوف الخلفية لدى حزب العمال أغلبية جد كبيرة لذا لن ينزعج العماليون من أي معارضة لكن مشكلتهم تكمن في محاولة ابقاء أي تمرد قد يقدم عليه نوابهم عند الحد الأدنى ومحاولة التعامل مع القضايا التي يواجهونها الآن وما أكثر ما ينتظر كيرستارمر هناك الكثير من مشاريع القرارات غير الشعبية التي يمكن للحكومة العمالية أن تحاول تمريرها من خلال البرلمان باسم ترشيد الإنفاق العام هذه التي يمكن أن تثير معارضة من داخل صفوف العماليين ولكن آلية الانضباط التي بيد الحكومة تؤهلها لمنع أي محاولة من نواب عماليين عرقلة مشاريع القوانين التي تريد تمريرها في البرلمان الحكومة العمالية تتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان والمعارضة منقسمة ولكن ليس كل شيء بهذه السهولة بالنسبة للحكومة فالأمر ليس سهلا كما يبدو لأنه يجب على العماليين أن يدركوا أن بعض من نوابهم في هذه الأغلبية الكبيرة لن يصوتوا على كل ما يريدونه وخارج هذا الإطار لديك تأثير وسائل الإعلام والرأي العام الذي يسمع صوته من خلال وسائل الإعلام كل هذا يضع الكثير من الضغط على كاهل الحكومة مما يعني أنها أقل حرية في التصرف مما تشيبي الأغلبية الكبيرة التي تتوفر عليها في البرلمان ويتوقع مراقبون أن تمر العهدة البرلمانية الجديدة بهدو لأن العماليين يتمتعون بأغلبية كبيرة وذلك يمكنهم بحكم المقاييس المطبقة من تمثيل كبير في اللجان البرلمانية منذ البدء أوضح رئيس الوزراء كيرستارمر أنه يريد لهذا البرلمان الجديد أن يكون كما قال برلمانا في الخدمة فهناك فرق واضح يقول مراقبون بين العماليين في المعارضة والعماليين في الحكم فقراراتهم لم تخضع فقط لمنطق قواعدهم الحزبية بل قبل كل شيء لأولويات التسيير الحكومي لقنوات أبوظبي كمال علواني لندن